نحكي على أرامكو بدأت شركة أرامكو السعودية في طرح السكوك بموجب برنامجها لإصدار السكوك الدولية وعينت شركة بنوكا عالمية في سعيها لطرح أول سكوك إسلامية مقومة بالدولار ورح تكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة أيضا ودون حق الرجوع على الأصول وأوضحت أيضا الشركة أنه الهدف من طرح من هذا الطرح تحديدا هو استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السكوك لأغراض عامة لأرامكو السعودية أو حتى لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السكوك وفقا لمصادر وصلتنا فقالت أنه شركة أرامكو قد تعرض 3 شرائح من السكوك المستحقة بآجال 3 و 5 و 10 سنوات كما أن الشركة تعمل على جمع سيولة لتمويل التزامها بدفع 75 مليار دولار من توزيعات الأرباح ترجمة نانسي قنقر